نبع صاف ما أحلام نور إشراق وحياة نور وحياة نبع صاف ما أحلام نور إشراق وحياة نور وحياة بسم الله الرحمن الرحيم من أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أصحابه أنه كان كريما وليس مستغلا فهو الذي فدوه بالمال وفدوه بالروح فضلا عن المال فكان النبي عليه الصلاة والسلام على العكس من ذلك هو يعطيهم ويجود عليهم صورة من صور كرمه صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا باع أو اشترى كانت عنده السماحة وهو القائل صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري رحم الله امرأ سمحا إذا باع سمحا إذا قضى سمحا إذا اقتضى يحكي لنا سيدنا جابر رضي الله تعالى عنه وقد غزم عن النبي عليه الصلاة والسلام عدة غزوات من جملتها غزوة تبوك خرجوا بعد أن قفروا غزوة تبوك خرجوا في الطريق وإذ بجمل سيدنا جابر يبطئ عن باقي الجمال فأخذ النبي عليه الصلاة والسلام محجنه العصى الصغيرة محجنه ونخذ الجمل نخزة فجعل الجمل يمشي ويسرع حتى سيدنا جابر يقول أصبحت أكفه حياء من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسرع ويمشي أغمام رسول الله عليه الصلاة والسلام فالنبي عليه الصلاة والسلام في هذه الأثناء يداعب سيدنا جابر ويسأله عن أحواله الخاصة بالعمق يا جابر تزوجت؟ قال نعم يا رسول الله بكرا أم ثيبا؟ قال بل ثيب يا رسول الله قال هل لا بكرا تداعبها وتداعبك؟ فحكى له بأن والده بما أنه استشهد يوم أحد سيدنا عبدالله بن حرام رضي الله تعالى عنه أخذ مرأة متزوجة ناضجة بحيث تقوم على خدمة هؤلاء البنات تمشطهن وتعتني بهن فقال النبي عليه الصلاة والسلام سيدنا جابر بارك الله لك بهذا برك له على موضوع زواجه والنبي عليه الصلاة والسلام يمشي في الطريق ويتكلم مع سيدنا جابر يا جابر أتبيعني جملك هذا؟ قال أبيعه يا رسول الله قال بكم؟ قال بأوقية فباعه بأوقية يقول سيدنا جابر فاشترطت على رسول الله صلى الله عليه وسلم الحملانة إلى المدينة أي هو قال يا رسول الله لا أسلمك الجمل الآن وأترك نفسي بلا جمل اشترط على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكون التسليم في المدينة منورة قال لك ذلك وصل النبي عليه الصلاة والسلام مدينة وسيدنا جابر وصل بعده فرأاه عند باب المسجد قال آه الآن وصلت؟ قال الآن وصلت قال أترك جملك وادخل وصل ركعتين فدخل سيدنا جابر وصل الركعتين وإذ بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بلالا هو الذي كان متوكلا بموضوع النفقة يأمر بلالا أنزن لجابر أوقية ثمن الجبل فوزن يقول سيدنا جابر كما في الصحيحين فوزن له ثمنها أوقية وأرجحها هذا بتوجيه من رسول الله صلى الله عليه وسلم كرم في البيع والشراء أرجح ضع أكثر من ذلك فعطاه نوله الثمن وأخذ سيدنا جابر ومشى ترك الجمل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ومشى بأنه باعه وسلمه بعد أن قفل فنداه النبي صلى الله عليه وسلم يا جابر فقال سيدنا جابر في نفسي الآن يرد علي جملي فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله قال خذ جملك وخذ الأوقية كرم في البيع والشراء ما عرف قبله قط فإذا ما رأيت في صحابته الكرام رأيت عثمان وقد جاد وجهز جيش العسرة من ماله وسيدنا أبو بكر جاء بكامل ماله وسيدنا عمر جاء بنصف ماله فاعلم أنهم درسوا في مدرسة أكرم الكرماء صلى الله عليه وسلم فدتك أبي وأمي يا سيدي يا رسول الله هذا نبيك يا بني فتعلم منه الكرم وصلي اللهم على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم نبع صاف ما أحلام نور أشراق وحياة نور وحياة نبع صاف ما أحلام نور أشراق وحياة نور وحياة